بيت الهنى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحب بكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنى ساعات من نقعد كأمهات وآباء أو أقارب نتناقش في مواضيع بتخص أبنائنا منلقى إنه في جانب له علاقة بغيابة طفل من المنزل منلقاه ممكن ياخد فترة طويلة بر المنزل أو حتى إذا كانوا أطفال صغار ممكن بعض السلوكيات أو بعض الصفات أو حتى بعض الألفاظ بتدخل البيت وهي ما موجودة داخله المسألة هنا لها علاقة بالصداقة إحنا كيف ممكن نختار لأولادنا الأصدقاء الجيدين خلينا نقول وكيف نقدر نبتعد من بعض السلوكيات السيئة عن طريق الأصدقاء وإحنا نفهم لهم بطريقة صحيحة وبسيطة حلقتنا هتكون مشاهدين مع دكتور نصر الدين أحمد إدريس هو مختص في علم نفسه الاجتماعي وأستاذ ومحاضر بجامعة أفريقيا العالمية هاي شرفنا بعد شوية أهلا بيكم وإحنا بيكم أهلا بيكم مشاهدين وأهلا بضيفنا شرفنا داخل سالون بيت الهنى دكتور نصر الدين أحمد إدريس وهو مختص في علم النفس الاجتماعي وأستاذ ومحاضر بجامعة أفريقيا العالمية أهلا بيكم شرفنا دكتور أهلا بيكم ومعرك الله فيه اختيار الأصدقاء دي مسألة يعني جميلة في نفس الوقت صعبة لأوبلادنا وبناتنا فعموما خلينا نقول إنه في يعني سبحان الله بإنه يقول لك المرأة على دين خليله يعني فهنا المسألة بتبقى صعبة لأنه بالمجتمع بشكل عام تغير النواحة الاجتماعية والاقتصادية أثرت في الناس فإحنا هنا بجد بنخاف على أولادنا خلينا نقولك نقول في البداية بالنسبة لاختيار الأطفال بالنسبة للمراهقين نعم هو الصداقة قيمة إيجابية قيمة دينية لأنه واحدة من الموضوعات في معنى الحديث إنه رجلان تحباه في الله وتمع عليه وتفرق عليه وبالتالي مدخل بيدخلنا الجنة وغيره ولذلك الصداقة مهمة جدا جدا ومهم إنه جانب يعني في الإنسان اللي هو بنسميه بالنواح الاجتماعي كيف إنه يتعرف الإنسان ويبني علاقات مع الآخرين دي البداية وبيبدأ أصلا عادة ببناء العلاقة مع الأم بحكم إنه الأم هي مصدر الغذاء ومصدر الأكل وشراب والاهتمام وغيره وبعد ذلك بيتمشي للأب والأخوان وهكذا بيتمشي وبالتالي دي المسار إبناء الصداقة قصدك ما بين الإبن وأمه ده بداية الصداقة بإعتبار إنه هي مرحلة يصل فيها النموع الاجتماعي لإنك تتعرف على الناس خارجة البيت وبالتالي تتعرف على الآخرين خارجة البيت بيبني على أساسك كيف إنه علاقتك مع الناس البيت داخلية وكيف علاقة والدينك بيك وهكذا أو ممكن نفصل إنه الصداقة داخل البيت وبعد ذاك الصداقة خارجة البيت أيوة عارف دكتور فيه ناس بيقولوا اشنا بيقول لك إحنا من ربي والمجتمع بيفسد بنبدأ على المثاليات ونقول ليه ما تكذب وما تعمل كده وكده عيب وكده حرام ما يطلع بره بيلقى فيه حاجات مختلفة بيحصل ليه ونوع من الصدمة فالمسألة دي كيف ممكن إحنا نعالجها هو أولا فيه جزئين أساسيات يعني الجزء الأول اللي هو داخل البيت ومدى قوة إلزامية التوجيه وده بينتج من شنو يعني العلاقة ما بين الآباء الأب والأم وأبناء أم والتوجيهات اللي بوجهة لهم هل إنه الأطفال عندهم بدرقة بتالتزام بها مش التزام بها التزام زي التزام القانون لا التزام الداخلي نحيس إنه من جوه هو متقبل يعني متى ما كان الإبن حاسي بهالة الأب داخله وإنه الأب ده يعني إنه درقه بتاع إحاطة بتاع تحنانه وغيره به هنا بيكون إنه أرضية صارحة لإنه الإنسان إنه بيقبل الأشياء ويكون إنه قوة الإلزام في إنه ما بيعمل لأنه أبوه قال له كده في مقابل خارج البيت فيه أنماط مختلفة من التربية والتنشئة أنا قبيل قلت لك التنشئة الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية هي ببساطة إنه القيم والعادات والتقالية اللي إحنا بناديه لأبنائنا في الأسر المختلفة وبالتالي بيختلفوا من الأسر الثانية لمن يطلعوا نلقى إنه في الأسر نيحت 50% في واحدين 40% في واحدين 20% في واحدين ساقطين وفي واحدين ناجحين بدرية عالية وبالتالي الطفل بيمشي مع المجموعة دي لو بدت بالروضة أو بدت بالمدارس بتاعة الأساس أو غيره هنا الجوهر إنه كيف إنه الطفل يستطيع إنه يتعايش مع الوضع ده ويستطيع إنه يتعامل معه إيجابيا قبل أنه كنت أتكلم عن الرقابة الذاتية في إنه وجود الطفل بعيد من الأب والأم والأسرة ولكن حاضرين في دواخله صحيح وعند النموذة جميل جدا السيد علي مصطفى هو أب عنده أولاده بيتعامل معهم بطريقة جميلة جدا هو صديق لأبنائه نشوف رأيه شنو في الأصدقاء ونشوف بيتعامل كيف مع أصدقاء أبنائه وكيف الصداقة بينه وبين أولاده تعالوا نشو سأوا هو طبعا بالنسبة للأطفال الواحد يعني ما بتدخل بصورة أساسية في اختيار الصغار لكن بتدخل في توجيههم على حسب التربية الاجتماعية والدينية بتاعنا إنه نحن فبعد داقة الواحد بيراغب أصحابه وعيس هل صداقاته دي ماشى في الطريقة الصاح ولا لا الأساس بتاعت اختيار الصداقة بالنسبة لينا اللي هي الأساس اللي نحن برببها أولادنا يعني إنه كذب ممنوع ما في كذب يعني لحياتنا الشفافية في التعامل فعندنا صداقات من المستوى المدنية ما يينفوا منها وعندنا صداقات من الناس مستوى التخلي بتاعهم الأعلى لكن كلها في النهاية بتصف إنه صداقه بس الصداقة بيني وبين أولادي أو صداقه بين زوجتي وأولادي بيخلي فعلا إنه الناس يعني تختار معايير بتاع الصداقة عالية أو توجيههم لاختيار معايير بتاع الصداقة عالية لكن دا ما بيعني فرطة بعد يعني في كثير من الأحوال بيجي زول بيقول لك والله إخ أنا شايفة زول دا زول كويس شايفة زول دا زول كويس يلا حسب حشنو حصل المعايير الحو مكتسبة منها يعني إحنا وصلا رماها دا عندو حساب في الفيسبوك لكن ما قعد أخش فيه أصلا يعني مش ما قعد أخش فيه أصلا يعني أنا وعني ذاتي موصل دا والقناعة دا عدينه في فيسبوك دا ما هو الموقع الممكن يلقى فيه صداقاته بالطريقة في كثير من الحالات طبعا نحنا يعني بيشجع إنه الصداقات دا تكون صداقاته سريعة فبيحصل إنهم بيعزهم أصحابهم في البيت هنا أنا بتولي إنه يجب له أصحابه زي زاتهم دمعوا الليو هنا وهم زاتهم مثلا كل يومين بيمشوا لقوا أصحابهم يمكن أصحابهم كل يوم من منطقة المدرسة زاته اللي هي حي العربة فبيمشوا بيلعبوا معاهم وبيأخوا نصحاب دا عبزة اللي هي زي زي ما هم بدعانوا مع روحهم في إنهم كيف يختاروا أصدقائهم نفس المعايير اللي بتتبعوهم نفس المعايير اللي بتتبعوهم مع أولادهم هو عنده كله بتلخص فيه حاجتين المعايير الديني المتعارب عليه داخل الأسرة والمعايير الاجتماعي لأخلاقي الغيامي الموروس فما في رؤيتاني بتخلي الزول يعني يحدد إنه والله تختاره ولا ما تختاره أنا بشكرك بصراحة وبحييك وأتمنى لك السعادة والتوفيق بينك وبين أولادك وزي ما بقوله إن كبير ابنك خاوي أنت فعلاً سعدت في المسألة دية نتمنى لها إن شاء الله كل الخير نعم رأيك شنو في الضغوصة اللي احنا نشوفها هذه المسألة مهمة جداً وإيجابية جداً وده بتخلينا في ما قلناه عن الصداقة الداخلية أو صداقة الأسرة كيف إنه الأب يكون صداقات كوية جداً من أبنائه خاصة الأولاد عنده رأيك في مسألة الفيسبوك والنت بشكل عام نعم بأنه هو ما بيفتك له صداقة نتكلم فيها من ناحية خصوصية هل أنا موضفة؟ هي أيضاً أنا ممكن نتكلم فيها ولكن إنه الأم أيضاً مهم جداً أن نتكون علاقات وصداقة يعني متغير النوع صحيح الأم صداقاتها قوية مع الأبناء والأب صداقته قوية مع الأولاد وهكذا بعد ذلك بيكون دي الصداقات دي هي درجة من درجات النجاح العالي جداً في العلاقات الأعادية يعني لما يكون علاقات قوية بتتحول للصداقات والمسألة بتكون جميلة ممتازة جداً بتخلق الحالة اللي شوفناها دي بالنسبة للصداقات الثانية هي الصداقات الإفتراضية الفيسبوك وغيره عنده مسائل إيجابية وفي مسائل سالبة مسائل إيجابية إذا إنه أنا استغلت الفيسبوك في إيجابياته والسلبية في إنه هو صداقة إفتراضية مساحة كبيرة جداً متاحة للناس ولكن الشخصي إنه هدفه هو اللي يحدد لك ودل الموجود هنا الآن يعني المراحل العمرية مراحل المراهقة وغيره ووجود الصداقات المفتوحة بكل الأجناس المختلفة وحتى الأنواع ذكور الناس وكده دي يعني أحياناً إنه بيكون فيها إشكالات سالبة لأنه يتكلمون دون ناس عشان كده إحنا مفروض نعرف كيف نختار أصدقاء لأبنائنا عشان نتجنب المشاكل دي يا دكتور نختار ليهم كيف الأصدقاء أو نخليهم يختاروا لكن إحنا نكون عارفين كيف يمكن أن نسأل هو المسألة يعني إنه أنا أختار لأبنائي أصدقاء دي مسألة ما دقيقة لكن أنا بختار لهم أصدقاء من خلال جوانب تاني المناسبين تسدي يعني يكونوا هما مثلاً عشرين أو عشرة يعني خلينا نبدأ حتى خمسة من الفترة بتاعت الطفولة أنا ممكن كيف أشوف إنه أنسب اتنين ليهم أو ثلاثة ليهم والتانين عندهم بعض الصفات اللي شوية ما عاجباني كأم بقوم بخليسهم المهم دائماً الأب أو الأم ولو الأب مع الأبناء أو الأم مع البنات دائماً يكون إنه صداقات أبناء أم يكون يعني محيطين بيها دي حاجة مهمة جداً جداً حتى إنه يدخلوا وبالتالي إنه البيت إذا كان إنه الأم بيتها عندها صديقات تحاول تتقرب لهم وهي أصلاً قريبة لبيتها وتدعم في البيت وتتناغش معهم بتستطيع بخبرته بترمحز إنه والله فعلاً البنات دي الكويسات بالإضافة لإنه ممكن بعدها تتحول الصداقة منهم إلى الأسر وحاجة إيجابية كثيرة حصل بالمناسبة نمازج إنه صداقات بين أبناء أو بنات تحوّت للصداقات بتاعت أسرها وده الإيجابية أما إذا كان الأسرة ما قادر تتحيط بأبناء وأي واحد بيكون له صداقات بعيدة عنهم وما عارفين التفاصيل شنو وغيره بتبقى إنه ممكن الواحد يقع فيه مشكلات إنه اختيار خطأ للأصدقاء ممكن يعني الناس يقول لك يا دكتور والله الحاجة دي أنا فعلاً بقدر عليها في الفترة بتاعتها سنة المبكرة بالنسبة للطفل لكن أول ما يبدأ في سنة المراهقة اللي هو خلاص بدأ يطلع للشارع وبدأ يكون عنده صداقات من أشكال أخرى يعني مش من المحيط حقه جيران أو صديق صديقه فبيقة الحكاية أوسع شوية أنا هنا أقدر أراقب كيف أنا ما بقدر أجيبهم مثلاً أو أتعرف عليهم بشكل كامل ممكن فلاس ما بقدروا أو ما بردوا إنهم يجوا فكيف أكون محيطة وملمة وفي نفس الوقت أكون مراقبة هو الطبيعي إنه بالذات للأسر اليادو يكون عنده أبناء يادو في صغار يعني إنه إذا أردت إنه تتنجح في إنك إنه تختار لأبناءك أصدقاء من غير ما إنك تدخل تدخل مباشر غيره يعني حاول كن قريب لإبنك كون صداقة معاه أبني فيه رقابة ذاتية أبني فيه إنه يستطيع يميز بين الصلاح والخطأ ويسمع كلامك إذا نجحته في الحياة دي ما في مشكلة إنه هو بعد ذلك بيمشي وبعد ذلك هو بيختار ما عنده مشكلة بالنسبة للأسر اللي بيكون عندها مشكلات حاصلة وإنه واقعين في أبناءهم عندهم أصدقاء وممكن يكون اختيار خطأ تدخل أقرب حاجة له هو إنك تكون قريب له أيا كان الحالة اللي هو فيها إنك تكون قريب له لأنه صداقات الخطأ بتولت نتائج تانية خطأ وبالتالي إنت صعب جدا إنك تستطيع إنك تعالج إشكالات زيادة كل ما بيقيت قريب له وكل ما شاركته ما إنه يكون عندك درجة متلقات التحمل يعني في ناس النفس بتاعهم يعني قصير جدا إنه يعني يجلبوا مرة ومرة تانية يقول إيها والله ده ما فائدة منه أنا تعبت منه ما في حاجة يقول لأني تعبت منه طالما إنه إنت تتخصت قراره كونت أسرة وفي نوع تاني من الأباء اللي ممكن يتسلط على الأبناء بحكم إنه بحجة حماية أطفالهم تبعد من ده خلاص لأنه أنا أنا عارف مصلحتك أكتر والكلام ممكن ما يقنع الطفل ده خطأ وبالذات في الأسر اللي بيكون أبناء قليلين يعني واحد يكون عنده ولدين أو يكون عنده بيت ولد وبالتالي عنده درجة بتضيحات عالي جدا يدخل في تفاصيلهم يلقي حتى شخصياتهم وبإدابة يخليك إنه النمو اللي تكلمت عنه النموات الجماعية يصل لمن يصل خلاص ماشي في المدرسة وعلاقتها والآخرين يقطعهم طوال يولدوا الطفل يكون إنه لغاية ما يصل الآن في نمازج كثيرة إنه واصلين مرحلة إنه تخرجوا من الجامعات ولكن علاقاتهم محدودة جدا ما عندهم علاقات جماعية ولي بترجع من الأم والأب وتعامل لتصدق ممكن بالنسبة للإبن أو الأب لما يصل مرحلة بتاعت إنه يكون علاقة بتاع الزواج ويكون أسره هو استعداد أو احتمال إنه يفشل في الحكاية دي أكتر وحتى الحكاية البيت زادة لما تكون هي علاقات بسيطة ويكون هي ما عندها علاقات اجتماعية ومكونات الاجتماعية ضعيفة هي احتمال تكون فاشلة حتى في إدارة علاقاتها مع زوجها يعني مشاكلها إحنا ما نستهين بها المسألة مش بس في فترة محددة لكن هي هاتي السمر لغاية فترة أطول هنشوف كيف إحنا ممكن نتعامل دكتور مع هذا النوعية أو هذه النوعية من الطفل وخلينا نشوف إنه ممكن في المستقبل كيف ممكن ننمي هذه المسألة من نواحي إيجابية بعد الفاصل خليكم معنا أهلا بكم مرة تانية نتواصل معكم مشاهدينا والأصدقاء بالنسبة لأطفالنا هو شيء مهم لأنه بننمي عندهم الصداقة والعلاقات الاجتماعية الجميلة لكن في بعض الأمور اللي احنا بنتعامل بها كأمهات وآباء بنحاول قدر الإمكان نبتعد منها نتواصل معكم نتواصل معك يا دكتور أهلا بك ورداني أهلا بك ورداني دكتور نصر الدين من الحاجات اللي احنا بنعلم الأولادنا إنهم كيف يعني يبدو يختاروا الصديق يعني نديهم شوية ندي الأم والأب شوية نصايح في إنه عملية اختيار الصديق وبعدنا الصديق الكويس والصديق الكعب كيف نحن نقدر نوري أولانا إنه والله بالحاجة المعينة دي أنت هتعرف إذا ده كويس ولا كعب فبالتالي تتعامل معه أو تتجنبه نعم يعني مهم جدا إنه الأبناء إنه يعرفوا الاختيار الصديق كيف والدور بتاع الأب والأم مهم بإعتبار أنه هم خبرة في المجال ده يعني ببساطة إنه إتلازم تميز للإبن لأنه هو في حالة بالزات الناس الخاشين في مراحل الأساس السنوات الوسط يعني خامسة ساتس أو كده فدير بيعرفوا مجموعة ناس ما بيميزوا ما بين الزمال وما بين الصداق مهم جدا إنه إتلازم تتكلم معهم وطوالي باستمرار إنه يا أخي الصديق يعني تكلموا عن صفات الصديق إنه الصديق دا دايما يعني ما بيكون كزاو الصديق دا دايما بيكون صادق الصديق دا دايما بيكون يعني بيهتم بحياته يعني ما بشكله دي حيات كثيرة جدا حتى إنه تكلموا يعني في إنه يقدر يميز ما بين يعني يقدر يعرف إنه من خلال كلامهما أسرته أسرته طبيعاته كيف تفاصيله كيف ما يكون بس علاقته به بس إلا داخل المدرسة وفقط لا لازم أنه يعرف المؤشرات الخارجية علاقته في أسرته في تفاصيله حتى في علاقاته هو ذاته مع الآخرين من حوله يعني ممكن أوضح له برضو مسألة العمر أنه الواحد مرات الأم بيتخاف أنه الطفل يصاحب طفل أكبر منه مثلا هي هو العمر ممكن يعني ممكن يعني لكن العمر دائما دائما نخلي التفاعل الاجتماعي والعلاقات المباشرة هي اللي يتحدد لأنه دائما لو حددنا مسألة العمر بعد ذلك فيه كثير من الأطفال يبحثوا عن العمر وبيقى حتى العمر ذاته ما بيلعب دور كبير جدا يعني الآن يعني حتى العمر ذاته بيقى الزمن بيقى ما بيحصل تغيير في جسم بتاع الإنسان زي ما كان زمان يعني طيب دكتور بالنسبة للأولاد خلينا نقول حتى الكبارة البقواعين اللي ممكن بيشوفون حس يقولك والله أنا بالنسبة لي شايف إنه ده صديق كويس لكن بالنسبة لأبوي وأمي هو ما كويس إحنا حابين نقرب يعني الفكرة ما بين الأمهات والأباء وما بين أولادهم هو مهم جدا إنه الطفل يعرف إنه أبوه وأمه عايزين مصلحته وإنه هما بيز وإنه هما أكتر منه دراعه خبرة وبالتالي هما بينظر بجانب تاني هو الطفل أو الأول إبن بينظر للصداقة دي في محيط حوله ومشكلتنا إنه عادة أبنائنا دائما عندهم مشكلة في إنه بيتعامل مع الأشياء الموجودة يعني هسي الآن في محيط الشباب عادة أو حتى الأبناء في مراحل الابتدائية أو الأساس عندهم مشكلة إنه في حياة كثيرة سالبة بيفتكرها إنه الإنسان اللي يتصب بها هي حاجة إيجابية يعني مثلا يكون في واحدين بيدخل سجائر يعني في بعض الشباب بيفتكر إنه ده حاجة إيجابية الطالب الأول الشاب بيدخل سجائر هو يفترض إنه يكون لأنه بيلزم من لوازم حالة الشباب وكده إنه انفتاح العالي كده إنه مثلا المعاكسة في الشارع أو أدم اهتمام الدخول للحصص ده كلها حيات فيه كثير من الشباب بيفتكرها إنه ده حاجة كويسة وبالتالي متى ما إنه الأسرة جابت تعليمات لإبنها إنه ده خطأ وده خطأ وده خطأ بيقى إنه الفاصل بيناتهم فوق مشكلة مشكرة كثير دكتور نصر الدين باركة بهيدة وبشكر المعلومات التي ذاتنا لها ومشاهدينها هنتواصل معاكم بعد الفاصل خليكم معنا أهلا ومرحبا بيكم مرة تانية ومشاهدينها نتواصل معاكم في بيت الهنى خلينا نقدم لكم نصيحة في التغذية أهلا بيكم وبالأخصائية أو أخصائية التغذية والعلاج الغذائي زهراء الحسن نشوف مجهزة لينشنا بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بالمشاهدين لعزاق الفغرة التغذية حنتكلم اليوم عن تغذية الحاج فبنجد أن الحاج بيبسل طاقة في الحركة وفي السعي في رمج المرأة في أثناء الحاج مقارنة بنشاطه العادي يعني في إضافة في الحركة لازم يكون في إضافة في السعرات الحرارية في إضافة حول المغسيات بلاقي الحاج مشاكل كثيرة خلال فترة الحاج أو خلال أثناء أو أثناء فترة الحاج فلابد أن يكون قذاءه متنوع بيشمل جميع المجموعات الغذائية ابتداء من الكاربوهايدريت لتاملين مجموعة الطاقة الكاربوهايدريت بيكون في شكل نشويات اسكانت عن طريقة الخبز أو عن طريقة الكيك أو عن طريقة الرز فمجموعة الكاربوهايدريت مهم لتأمين الحاج الطاغة للسعرات الحرارية مقاصد النشاط الحركي اللي يبزلوا أثناء فترة الحاج الحاجة المهمة والأساسية تناول الخضار أثناء فترة الحاج كثير من الحجاج بيحملوا الخضار وبعانوا من مشاكل كثيرة أثناء الحاج من نزلات لقلة الفيتامينس في الجسم أو الحصص الغذائية فمهم وأساسي انتبه الحاجة تناول كمية من الخضار أثناء فترة الحاج الحاجة الثالثة هي الفاكهة لا بد أن نتناول حصص من ثلاثة إلى خمسة حصص في اليوم أثناء الحج أو بيكون في شكل عصائر والعصائر مهمة وأساسية لأنه في حارتها في نشاط في فقد السوائل عن طريقة العرق فبيضافها للسوائل ممكن يشرف كمية من المياه أثناء فترة الحج ويضيف على المياه قليل من الملح لأنه بيفقي السوائل عن طريقة العرق وتكون غنية بالأملاح لتعويض الملح ممكن يضيف شيء بسيط يكون من الملح على كوب من المياه ويشرب حتى يكمل كل الأركان في الحج عندنا حاجة مهمة وأساسية تناول التمور بكل أنواعها وهي متوفرة أساسا في الحج في المدينة والتمور لازم تكون معاها كمية من الألبان هي وجبة أساسية للحج دي بتأمل لنا الطاقة اللي ممكن يصرف لنا أثناء فترة الحج فعندنا ثاني من الحياة المهمة وأساسية تناول كمية الفواكه التي ذكرناها مضاف لها السوائل خلال اليوم الوجبات تكون منتظمة بصورة منتظمة الفطور في المواعيد الغداء والعشاء فبعد المناسك بتخلي الحاج أن يكون ناسي نفسه أول وقت فالإفطار بتضيع منه الحياة الثانية الحجاجة اللي بيكونوا بعانهم بعد المشاكل الصحية لا بد أن يكونوا عاد فيه من نفسه ونحن حياة له شنو أثناء فترة الحج إذا كان مريض الحاج بعاني من السكر يعرف نفسه هناك ما حي تناول نوع من أنواع البلح أو نوع من أنواع السكريات أو المشروبات الجاهزة في حاجة مهمة وأساسية أثناء فترة الحج هي التسموم بعانوا كثير من الحجاج من التسموم الغذائي فلذا كل أنواع الخضار أو الفواكه التي تناول الحاج لازم تكون نظيفة أو مقصولة جيدا قبل استعمالها حتى الأضعام تكون طريقة النقل والحمل بتصورة سليمة حتى تصل الحاج من غير إحصل تسموم غذائي أثناء الحمل واستلام الوجبة بصورة منتظمة فدائما الحجاج أمنوا غذائهم بتنوع الغذاء بشرب السوايل الكافية بتناول الحليب وتناول التمور فيسكان ما بعانوا من أي أمراض لها علاقة بالسكر فنتمنى أنكم تستفيدتم من حلقتنا لهذا اليوم عن تغذية الحجاج ونرجع للأستوديو منشكرك على نصيحتك التي قدمتها لينا ومنشكر دكتور نصر الدينة التي كان معنا في الفقرة الأولى ونتمنى إن شاء الله أن النصيح التي تقدم عبر بيت الهنة تأخذ بعين الاعتبار ونطبيقها في حياتنا علشان تكون مستقرة وهنئة هنا أتشلو غضو تيفي إيميل نتواصل به معاكم إن شاء الله بكرا نشوفكم على خير ودعناكم الله موسيقى اشتركوا في القناة